كرمت المنظمة الدولية للهجرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قائدا للعمل الإنساني تقديرا لمبادرات سموه في مجالات العمل الإنساني على المستوى الدولي السادة الإنساني قائدا إنسانيا لم يأتي من فراغ حيث أن هذه الخطوة جاءت تقديرا لسجل الكويت الإنساني الحافل بالمبادرات والمؤتمرات والقمم الإنسانية والتنموية التي حاشدت الجهود الإقليمية والدولية لدعم الفقراء والمنكوبين وإيقافة المحتاجين في مختلف بقاع الأرض دون وجود أجندات أو شروط مسبقة أو لاحقة في كلمة شكر أمام مؤتمر المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للهجرة أكد معالي الدكتور عبدالله المعتوغة المستشار بالدوان الأميري وممثل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن اختيار صاحب السمو قائدا إنسانيا جاء تقديرا لمبادرات سموه ومجهوداته في العمل الإنساني أود أن أنتهز هذه المناسبة لتأكيد تقديرنا لجهود بعثة المنظمة الدولية للهجرة في دولة الكويت على ما يقومنا به من مؤتمرات دولية ومنتديات عربية احترام الكويت للشراكات الدولية مع مختلف المنظمات الإنسانية وتواجدها على كافة مستويات منظمات الأمم المتحدة وسجلها الحافل بالمبادرات والقمم الإنسانية والتنموية جعلها مركزا للعمل الإنساني يكون محاولة ومعاية فرائع بلاد المستوى العربية وباعدد السموية والتكلمات المتحدة ونحن نريده على المتحدة على هذه المدينة الدولة التوخ مقابلة على مرسل المستوى وهو نحن جدًا من المستوى فرما يتحدث عن تقدمات الأمم المستوى في العملي المستوى والمدين ومهاتفكة بلنا في حالك فالتكلمات في السيئة because our organization has benefited twice from its generosity. This is the first time that in the IOM Council such a ceremony takes place. We are extremely grateful for the collaboration and the support that His Excellency, the Mayor of Kuwait, has given to IOM. I think that reflects a new stage in the relationship between IOM and Kuwait. تكريم سمو الأميرة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ما هو إلا تكسيداً لمكانة الكويت العالمية على خارطة الإنجازات الإنسانية. طاها يوسف حسن تلفزيون الكويت الأمم المتحدة جونيف.